استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي جون كريسمان ونائبي رئيس الشركة وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد متابعة أنشطة شركة أباتشي في مصر وبرامجها الحالية فضلا عن خطتها خلال الفترة القادمة لزيادة حجم أعمالها في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز خلال اللقاء ثمن رئيس السيسي النجاحات المتميزة للشركة وذلك في مصر على مدار حوالي 30 عاما والتي جعلتها أكبر منتج للبترول في البلاد مؤكدا حرص مصر على توفير المناخ الملائم لجفبي وزيادة الاستثمارات في جميع القطاعات لسيما البترول والغاز من جانبه ثمن الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي تجربة التعاون الإيجابية مع مصر على مدار العقود الماضية مؤكدا أنها تمثل قصة نجاح ولموذجا يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط ومشددا على التزام أباتشي بشراكتها الراسخة مع مصر في ضوء توافر العديد من الفرص الواعدة لتحقيق اكتشافات جديدة الأمر الذي يشجع الشركة على تعزيز جهودها لزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة كما عرض كريستمان الدور الذي تقوم به الشركة لخدمة المجتمع المصري في مجالات مختلفة في إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات في هذا الصدد وتطرق اللقاء أيضا إلى التبحث بشأن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة في ضوء رئاسة جون كريستمان لمجلس الأعمال المصري الأمريكي وعلاقات الشراكة الاستراتيجية المتشعبة بين البلدين ترجمة نانسي قنقر